يمكن دي مصرحي بعملها يمكن بعد عشر سنين المصرحي عملتها في مصرح الدولة كانت مع الأستاذ الراحل اللي يرحمه محمود الجندي كان اسمها اللي بنا مصر وكنت فخور بيها جداً كان عمل مهم جداً وعرضنا حوالي أكتر من خمسين يوم يعني اللي اتعرض يعني وكمل عرض النجحة وبعد عشر سنين برجع بقى لمصرح الدولة تاني أنا بحس دايماً بانتمائي يعني لمصرح الدولة وبحس إن أنا ده المكان اللي ممكن أقدم فيه أعمال لها قيمة وفي نفس الوقت لها يعني جماهيرية عريضة خصوصاً إن الجمهور بيكون سعر التذاكر مناسب جداً جداً ما هواش زي القطاع الخاص بالأسعار الرهيبة اللي برا الأماكن بتبقى دايماً فوسط البلد ومتوفرة تحت يعني قريبة من الناس كلها أنا بحب التقي الجمهور ده هو ده الجمهور المصري الحقيقي يعني اللي هو المعيير الحقيقي اللي في الشارع فوسط البلد اللي اللي ممكن يدفع تذكرة يعني سعرها بسيط ولكن هي بالنسبة له حاجة مهمة وصهرة سعيدة يقضيها في مصرح الدولة فأنا بحب نروح للنوع ده لأن ده الجمهور اللي فعلاً يعني معيير حقيقي ما هواش جمهور السوشيال ميديا وبس يعني المصرحية اجتمعية كوميديا عن تراث العظيم بديع خيري والعظيم نجيب الرحاني وقدمت في أفلام زي سلامة في خير وصاحب الجلالة ولكن بمعالجة عصرية ومختلفة وبنقدم فيها كوميديا كل الشخصيات المصرحية أبطال وأنا بعمل شخصية رئيسية لها سعيد الطيب اللي بيدور حواليه الأحداث بتاعت المصرحية كلها اللي عايز يحافظ على أمانة شغله وكده فبيتورد بقى في عدة موقف كوميديا عن صعوبات عادة في المصرح توقيتات البروفات انت بتحتاجي بروفات طويلة وبروفات يعني طويلة كأيام وكعدد ساعات وبيبقى فيه تصوير طبعاً متعارض زي حاجات رمضان مثلاً زي الكبير وزي جميلة فبيبقى فيه صعوبة في التواجل فالواحد بيحاول يعني يلاحق وينظبط مواعيده وكده وبييجي على أحياناً على بعض البروفات على بعض الزملاء ويبقى زعلان ومش عارف يوفر لهم وقته لكن في النهاية الحمد لله يعني بعد الأعمال بتاعت رمضان ما بتخلص وتنجح وربنا بكرمنا كده بنكتشف ان احنا عملنا قادرة لا بقى سبيه من البروفات يعني وبنقدر بقى نعوض في وإحنا شغالين في وسط العرض اللي ما فاتنا يعني الحمد لله رب العالمين المصحية عمل نجاح أنا توقعته وتمنيته يعني تمنيته أولاً ثم توقعته مع أول ليلة عرض يعني أنا عادةً بعرف الحمد لله الحمد لله أقيم الحاجة إذا كنت شغل فيها حلوة ولا لا فأنا وإحنا شغالين في المصحية أنا كنت أعرف المصحية حلوة لكن تمنيت النجاح ما ممكن تبقى حاجة حلوة ولا قدر الله يعني لا يكتب لها النجاح لكن الحمد لله رب العالمين تمنيت النجاح وتحقق من أول ليلة عرض بحضور كل الأساتذة الضيوف اللي بدأوا ينهالوا بقى على العرض نجوم الفن عموماً الضيوف الأعزاء اللي بيجولنا من مختلف سواء مؤلفين مخرجين منتجين نجوم تمثيل إحساسهم ورد فعلهم بالسعادة الغميرة اللي بيبقى لوشهم طول العرض وبعد العرض وتهنئتهم لنا وإحساسهم أنهم عايزين يجوا تاني وبيبلغونا أنه هيقولوا لناس تانية يجوا يعني الحمد لله رب العالمين ده هذا ما تمنيته وحلمت به وتوقعته مع أول ليلة الحمد لله